يمكن في ناس بتلخبط بكلمة أب وابن دايما بينسبوها إلى التوالد الجسدي وحاشا لا يوجد مسيحي في كل العالم يؤمن بهذا الشيء فاحنا مجرد بنتكلم باستلاحات وانا حبيت في البداية لما ذكرت فكرة الثالوث يعني هي مش موجودة لكن نستخدمها لتوضيح تعبير أو فكرة معينة لكن ببساطة الله له وجود ذاتي والله ناطق بالكلمة لأن يسوع المسيح كلمة الله وحي بروحه فإذا التلاتي شخص واحد وأنا هون حاطت يعني كاتب شغلي عن أقنوم أنه كلمة سريانية تعطي معنى التميز مع عدم الانفصال وأيضا تعني الاتحاد مع عدم الامتزاج على الإطلاق فإذا هاي كلمة أقنوم فاحنا ما في كلمة عربية تساوي هذه الكلمة فالكلمة معناها يعني بكل بساطة الأقنوم أي شخص متميز عما عداه لكن مثل ما وضحت التميز مع عدم الانفصال تعني الاتحاد مع عدم الامتزاج وهذا والأقنوم يمكن بوضح شوي للي عنده اهتمام بالفكر اللهوتي